لا تخطو الحكومة في العراق خطوة أو تتخذ قرارا إلا ويتلو ذلك تداعيات تثبت الخطأ أو الفشل أو الفساد قرار حكومي جديد تسبب في ارتفاع أسعار بيض المائدة في أنحاء البلاد إذ قررت وزارة الزراعة منع استيراد البيض من الخارج مكتفية بالإنتاج المحلي قرار يراه مواطنون أحد أشكال الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وغياب الرقابة الحكومية السبب الرئيسي هو الفساد المستشري في جميع دوائر الدولة هو هذا اللي كان سبب في ارتفاع الأسعار بس المواطنين يعاني يقول لك طبق قبير التابعة ما قدر ما قدر أشتري والتمال 8 اتمال 10 وبحسب المواطنين فإن وزارة الزراعة في قراراتها تبدو غير مدركة لأهمية التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة فهي إما أن تغرق السوق بالمنتج المستورد وتطيح بالمنتج المحلي وإما أن تغلق الحدود بوجه المستورد مع قلة المنتج المحلي خدمة منها لمصالح ما في التجار المرتبطين بجهات سياسية أمام تفاقم الأزمة انتشرت دعوات لمقاطعة بيض المائدة في محاولة لإجبار أصحاب المحلات والتجار على تخفيض الأسعار العالم اللي تشوف السبب بأنه صاحب المحل هو دي يصعد الأسعار لأنه ما هو التاجر دي يصعد الأسعار علينا ماشي؟ فهي الطبقة كانت تنبع ب2 ونص كانت تنبع ب3 ألا 4 ب3 أو ب3 ونص وبدأت الصاعد قام في العالم تبيع حتى ب6 و7 ونص فإحنا نطالب إن شاء الله جهات المعنية بأنه تبع على هذا الموضوع ويارد في حليم شوية المواطن بس ما تضرر هو الوحيد وبينما تتخذ الحكومة قرارات تخدم في المقام الأول القطاع الاقتصادي المرتبط بالكتل والأحزاب السياسية يبقى المستهلك العراقي بين أحاديث حماية المنتج الوطني وجشع أصحاب حقول الدواجن ترجمة نانسي قنقر